تعالوا يا سيدا نقول حاجة مهمة جدا جدا الكلام اللي تقال ده كلام في غاية روع واضح ان الناس جربوا مسألة الافتقار تعال اقول لكم حاجة انت اذا اردت تكرس في بنا ادم خمس صفات وهي الخمس صفات الاساسية في الانسانية فيه خمس صفات انسانية اساسية في الانسان انا بقول كده انا بقول وبعلم الناس كده اول صفة في الانسان عشان يبقى انسان حقيقي لازم يكون عنده صفة الصدق ولا يمكن ان يكون هناك صدق بدون افتقار الانسان لما يحس ان هو مستغني عن الناس ومستغني عن الحياة بل مستغني عن الله ايه اللي يخليه يصدق الصدق من جاه الصدق بيطلبه الانسان عشان ينجو وما بيطلبش انه جغر الفقرة يعني ايه ما يطلبش انه جغر الفقرة اللي حاسس انه مفتقر لحد يساعده فبيحس انه مدفوع الى الصدق فاول حاجة صفة الصدق ده صفة مركزية في الحياة ولزيك الله سبحانه وتعالى امرنا ان نكون مع الصادقين يبقى الصدق مبني على الافتقار الحاجة التانية العلم لن تجد انسان حريص على العلم ويبذل من اجل العلم الا اذا احسب الافتقار وانا كنت عندي زمان كنت بس عن نفسي حاجة غريبة اوي كان العلماء يقولوا كده سألتوا الفقرة اين تسكن قال في عمائم الفقهائي وكانوا يقولوا حاجة غريبة اوي هو اصلا هاء الفقه فتحت فصارت فقر انا اقصد انا اظن ان العلماء قصدين فقر القلوب لان شغف الانسان وده يمكن ان نلاحظه في حديث رسول الله سلم نهيمان لا اشبعان طالبوا علم وطالبوا من ايه الرابط بينهم ان طالب العلم نهم لانه يحس بالافتقار الى الانوار اه يعني الشخص بيفتقر الى الله عشان يجد النور اذا الشخص اللي عايز يتعلم مش هيتعلم غير لما يحس ان هو مفتقر والدليل على ذلك قالوا لا يتعلم مستحي ومتكبر لا يتعلم مستحن ومتكبر ليه المستحي حاسس ان هو لابد ان هو يخب فقره والمتكبر حاسس ان هو مستغني لكن في الحقيقة اهل الله واهل المعرفة واهل العلم بيروحوا يتعلموا بس بيتعلموا بنفسية الافتقار الى الله ولذلك ايه حاصل يحس ان العلم ده تعطية من الله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاص وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص يبقى دي هدية عطية يبقى العلم ده عطية من الله فيبقى تقرى عشان نتعلم يبقى عندنا الصدق نحن ما نقدرش نعيش من غير صدق وما نقدرش نعيش من غير علم ما لا علم له لا بصيرة له يبقى زي الاعمى الصفة الثالثة اللي احنا محتاجينها اساسية انا بقول للصفات الاساسية في الانسان ايه حسن العشرة لازم يكون الشخص حسن العشرة لان الشخص اللي ما عندوش علاقات حسنة حياته بتبقى بالزبط مليئة بالكآبة ولزيك حضر مولانا سبحانه تعالى لما امرنا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقولوا للناس حسنة لان احنا ما نقدرش نعيش من غير علاقات يبقى حسن العلاقات دي ما تجيش غير من واحد مفتقر ان هو يبقى عنده سند عنده حد يساعده حد يبقى فيه علاقة بينه وبينه تمام يبقى عندنا اول ايه احنا بحتاجنا للإفتقار ليه احتاجنا للإفتقار عشان نبقى صادقين واحتاجنا للإفتقار عشان نبقى متعلمين واحتاجنا للإفتقار كمان عشان نبقى عشانتنا حسنة واحتاجنا للإفتقار كمان عشان ايه عشان نبدع الشخص اللي هو عنده تخمة بيقول ان هو مش بحتاج انه مبدع ولزاك هتلاقي احساس عند الفنانين انه هم عندهم عطش عندهم افتقار عندهم احتياج ولزاك تلاقي المبدع ده حاسس بانه هو عنده احتياج ويفضل احتياجه ده يولد عنده شغف عارفين الشغف بيجي منين عارفين الناس بتفقد شغفها ليه لانها بتحس انها مش فقيرة لكن لو حسوا بالافتقار يتولد عندهم الهمة والشغف اخر حاجة انا شايفها كمان احنا محتاجينها ودي مهارات اساسية في حياتنا الصدق بعد الصدق العلم بعد العلم حسن العشرة بعد حسن العشرة الابتكار بعد الابتكار محتاجين ايه محتاجين يقين واليقين ده ما بيكونش غير عنده واحد مفتقر عنده حسن ظني شديد بمولاه من غير اليقين الناس تتبهدل الناس تدوبها يدوبوا يتطحنوا في معترك الحياة ولذلك الشخص المفتقر ايه اللي حاصل تجده عنده رقة في القلب ومنافذ في البصيرة وعنده ايه عنده احساس بانه سكن في حضرة الجميل سبحانه وتعالى يبقى ايذن يا سادة الافتقار ده بيحرك كل بيحرك كل ما نحتاجه في حياتنا وعشان كده انا قلت ان دي قيمة بتحتاجها الانسانية كلها بيحتاجها كل انسان عايز تبقى انسان صادق خليك فقير فقير نمين لمولاك تحس ان انت صادق عشان ماذا لان انت محتاج لمولاك وانك لو كذبت لو لم تكن صادقا هتفقد المدد بتاع سيدك مش هتبقى في حالة نجاة وكده الصدق ينجيك ينجيك ليه لان انت حاسس ان انت فقير محتاج لمولاك الصدق يحتاج الافتقار العلم يحتاج الافتقار يا سلام والمعلومة نزلة كده حديثة عهد بربها مليانة حلاوة فتنزل على قلبك كده فتحمد ربنا على التوفيق يا سلام وانت شايف نور العلم وكأنك آدم الأول وعلم آدم الأسماء كلها حاسس ان انت نعمة ربنا وهي نزلة عليك كمان عايز تبقى حسن العشرة خليك فقير حس ان الناس انت محتاج للناس والناس محتاجين لك لان ربنا خلى بينكم احتياج خلى بينكم افتقار عشان تحس خلى بينكم احتياج فيما بينكم عشان تحسوا بافتقاركم لمولاكم ولزاك دايما انا ثالث الشريكين ربنا اللي بينكم مو بين بعض كمان عايز تبتكر خليك حاسس ان انت مفتقر لان ما فيش حد بيبتكر وهو عارف أن فيه لحظة كده بيحصل له الإلهام وبيحصل له هذا التنوير فيحس بالافتقار إلى الله فيفضل يعصر نفسه غاية ما يجيله هذا الأمر وآخر حاجة عشان نبقى بهذه الحقيقة لازم يبقى عندنا يقين يقين في الله سبحانه وتعالى أنه مش هيدعنا ويقين أنه يمدنا نعمل إيه بقى؟ احنا دايما بقول شوية إجراءات نجدد بقى هتلاقوا كل الحاجات اللي أنا قلتها دي في الحاجات في الإجراءات اللي احنا هنقولها عشان نجدد في نفسنا الافتقار إلى الله أنا بحب أن احنا نصلي ركعتين لله كل يوم بنية أنه يديم على قلوبنا الافتقار إليه ركعتين نفل كده نفل مطلق كده نصليهم ويا حبزة يكونوا في سلس الافتقار اللي هو السلس الأخير من الليل اللي ربنا بينادي علينا يا فقرة ياللي محتاجين مغفرتي يا ضعفة ياللي محتاجين سندي ياللي محتاجين إن أنا ألب حاجاتكم يا أيها المفتقرون إلي قد بسطت لكم وفتحت لكم خزائني وعشان كده إلا حاصل بحب ندعي بقى ندعي في الركعتين دولة ممكن ندعي في الركعتين دولة نقول إيه اللهم يا من أنت شاهدي فأسألك أنت تجلى على قلبي وتجعني أشاهد جمالك عايز أحس أن أنا مفتقر إليك نقول كده تاني اللهم يا من أنت شاهدي فأسألك أنت تجلى على قلبي وتجعني أشاهد جمالك فينكشف عن قلبك ويتنور قلبك ركعتين في جو في الليل كده يا سلام يخلك تحس بالذل لله سبحانه وتعالى وافتقار لله فكل حاجة تسعيدك والله ما لقيت باب للسعادة أوسع من باب الافتقار لله حاجة تانية أن أنت تروح لأحب عمل أنت بتعمله وتعمل العمل ده عشان يكون وصال بينك وبين الله تروح تخدم حد وتخدمه وأنت أصدق أن أنت تكون ده أصل بالله وبعدين بعد كده آخر إجراء وتالت إجراء خلي كل يوم عندك سبع مواقيت سبع مواقيت لمناجات الله اللي عنزودهم مع الصلوات الخمسة قبل صلاة الفجر وعند الضحى إيه اللي يحصل؟ تزلل إلى الله سبحانه وتعالى وافتقر إلى الله وناجيه وقل له يا سنة دي ويا ساعة دي أنت وحدك مددي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا رب علمنا الافتقار حتى تفتح علينا أبواب الخير والسعة والعطاء في هذا الدار فتغمر قلوبنا بالأنوار يا ربنا يا كريم يا غفار شكرا للمشاهدين